تدخين سجارة داخل البرلمان يفجر خلافا بين حزب أخنوش وحزب بنكيران تسبب تدخين سجارة في إشعال خلاف داخل البرلمان بين الأغلبية ممتلة في حزب التجمع الوطني للأحرارة وحزب العدالة والتنمية المشطفي في المعارضة وبحسب المعلومات المتوصلة بها فإن أحداث هذه الواقعة تعود إلى اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان المنعقدة يوم الجمعة 13 نومبر 2023 وفق ذات المصدر فقد طلبت النائب عن حزب البي جي دي هندر طل بناني أحد أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بالتوقف عن تدخين أمام قاعات المجلس لأن القانون يمنع ذلك وأنه مطالب باحترام القانون فرد عليها بأن مكانك هو البيت وليس البرلمان وقالت طلبناني بالموقع الرسمي للبي جي دي أن ما صدر عن النائب المذكور خلال اشماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يشكل تمييزا ضد المرأة وهو ما لا يجب السكوت عليه لأنه يعكس نظرة رجعية ويدرب جهود المغرب في مجال التمكين للمرأة مشيرا إلى أن المجموعة لن تترك هذه الإهانة مر دون إجراء في حق هذا النائب اشتركوا في القناة